اشتركوا في القناة نفسي للقام بيكون منوهين أبداً لما بتكون حاسة أنه اليوم أولادها مش هل قد بحاجة لها لو هي عندها الوقت الفراغ الكبير أول شي بس خلينا هيك نعطي بنعمل مثل هيك كمبرزون صغيرة لأنه ليش في أشخاص حتى لو كانوا قاعدين بالبيت وعندهم أولادهم والأولادهم رح يصيروا يوماً ما عنهم ليش في أشخاص بيعرفوا شو بدون يعملوا ليش في أشخاص ثانيين ما عندهم فكرة أبداً وهنا من دون ما نحكم على الأشخاص ومن دون ما نكون عم ندينهم بس لازم نخلق وعي لازم نقول أنه في ناس ما بتعرف حالها بعد مش مكتشفي حالها مش مكتشفي شو هنا طاقاتها والطاقات شو بتكون هنا يمكن مهارات حياتية عم تعملها بتكون مميزة عن غيرها بس ولكن هي منا عرفتها شو هي بتكون يمكن إمكانيات عندها إيها كمان بتميزة عن غير أشخاص ولكن هي منا عرفتها شو هي هؤلاء الأشخاص اللي ما عندهم فكرة بعد واللي بيكونوا عم بيتسائلوا طب أنا شو بدي أعمل بس أولادي بطلوا بحاجة لألي هني أشخاص عجل ما بيكونوا بعد ما اكتشفين حالهم سهون شغلتنا نحنا أول شيء كبداية كنقطة انطلاق أنه نعرف هل الأم أو هل مرأة على حالها خليها تكتشف حالها على بكير ممكن رجعيها كم سنة لورا لتشوف أنه بوقت من القوات كان عندها كنت مفكرة أنه بدأت عمل شيء يعني الأم عن جد بتكون هل قد مأخوذة بحياة عائلتها حتى بتنسى بوقت من الأوقات هي بشو كانت تتفكرة وعلى كيف كانت تشوف الدنيا والأشياء مئة بالمئة سو هادي بداية الانطلاق فإذا نعرف شو بدنا نعمل بدنا نكون نعرف حالنا أول شيء نحن مين بس خلينا كمانا مثل ما قلت مثل ما بلشت تقولي أنه المرأة كمانا بتكون مشحونة بعواطف سلبية وتتكون بهيدا الموقف أنه أنا ما بعرف شو بدي أعمل وبعدين وبنفس الوقت بدي أعمل شيء تكون مشحونة بعواطف سلبية بتخليها إذا بدي صورها كيف شكلها بتكون تكون هي وقفة حواليها مثل دائرة مسكرة الهواطف بتكون مثل خوف خوف للمستقبل اللي ما بعرف شو هو اللي بيجهله فيها تكون نقص بسقة النفس فيها تكون تردد طب أنا وين بروح هل بتوظف؟ هل بيفتح شيء على حسابي؟ هل بقعد بالبيض؟ هل رح يخدني جد؟ هل رح يخدني جد من بعد كذا السنة أنا كمانا ما عندي خبرة فيها حتى لو رحت تعملت مثلا يمكن الماسترس طبعو لكفيت أو عملتها يلا سيرتيفكت هل رح يخدوني؟ هون بتكون كتير في أسئلة تخليها ما تعرف ما تقدر تعرف تاخد قرار مظبوط وقرار سليم شغلتنا ككوتشز نحنا أنه نطلعها من هذه الدائرة ونخلي يعني المايدسات طبعا عقلة وضع إذا بديك للعقل يكون منفتح ومش منغلق فإذا منفتحها شو؟ منفتح أنه يستقبل أفكار جديدة منفتح أنه يقدر يخلق أفكار جديدة ومنفتح أنه يقدر يشوف الإمكانيات والمعاولة اللي معقول يكون عندها هون اللي هي ما نقدر تقشع عنه عنده ككوتش رح تقدر تتلقيه للطريق ولا هي بدأ تتلقي الطريق؟ هي بدأ تتلقي الطريق ككوتش بدي ساعدها تقشع على الطريق هذا هو هذا في دعم أول شي تقشع أنه في طريق من طريق أنا مسدودة وتقشع أنه في طرق قدامها وهي علي أن نتنقي أي طريق فإذن أنا دعم يلي هي عم تخلقه كمانا نظام الدعم للسوبورت يلي بده يدفع بس كيف؟ اليوم أنا هلقدم ساكرة على حالي وكيف بدأ أطلع من هديرة؟ كمانا شغلتنا هي أنه نقدر نخليها تشوف حالة مش المشكل يعني الفوكس طبعا ما يكون على المشكل أنا شو بدي أعمل ولكن على حالة شوف حالة من الميتا فيو من برا وأحد الأسئلة اللي نسأل إياهون يلي هو لايك بدي أبين شوي فاق ولكن هو كثير أساسي وكثير مهم هو شو حلمك؟ شو حلمك؟ هلأ جواب إجمال عم بيكون جواب ما خاصة بالحلم بيكون أنا مسلا حلمي شوف أولادي عم بيكبروا بصحة جيدة هذا أول شيء بيختر على البال هذا شيء كثير طبيعي بصلا مش منه حلم الحلم بدي يكون أنت فيه وما فيه إلا أنت فيه حلمك تكون شو؟ شو هليني خليك وانا ايه يعني زبادي فأزا أنت شو؟ أنت شو عم تعملي بهيدا بهيدا الحلم؟ والأهم من هيك شو تأثير يلي عم تعمليه على المجتمع والأشخاص اللي حواليك؟ بصلا شو الإمباكت اللي أنت عم بتخليه على على الأشخاص اللي حواليك؟ هذا الشي صار أحد الستات اللي كنت عم تابعون حلمة أنه توقف قدي مجموعة أشخاص فيه يكون مسرح فيه ويكون مش مسرح ولكن مجموعة أشخاص عم بتخطبهم ولكن الأهم أنه بعدما تخلص الخطاب طبعا كلهم عم بيقفوا لو يزقفوا خلصت هذا الحلم يعني بغض النظر عن شو الموضوع؟ بغض النظر شو الموضوع ما عنده خبر شو معقول يكون الموضوع ولكن هيدا تتصور حالة هي هناك فإذا الحلم بدي يكون أكبر منك أكبر من الواقع طبعك اللي أنت عايشتي هلأ كتير مهم وتأثيره على العالم كان إجابي لعني هو قفوله وزقفوله طب هل قدي حلم فاق كمانا ممكن أنه يكون عم يوصل لمطرح؟ أكيد الستاب الأهم هي أنه ناخد هذا الستاتمنت هذا الإعلان إذا بديك يعني صار إعلان أول شيء قديش مهم وقديش بيحسسها أنه هي فعلا إلى حضور وإلى إيمة وإلى برزنس بهذه الحياة وإنت اليوم إذا أنا سألتك شو حلمك وقدرت تطلعي هذا الحلم على الطاولة قدام العالم وقديش بتحس حالك أنه أنت عندك إيمة ما هيك؟ قديش هي بتحس حالك أنه عندها إيمة عم تقدر تعبر عن هذا الحلم قدام العالم دجاء هيدا بتخلق عند خطوة يعني مهمة خطوة مهمة تاني ستاب اللي هي الأهم هي أنه بدنا نجزئ هذا الحلم بدنا نفككه بدنا نفككه لشو بدنا نفككه لمهارات بدنا نفككه لأيام بدنا نفككه لأيام ممكنيات معقول ما يكون عنده بتتعلمهم معقول كون عنده بدنا تتطورهم مثلا ناخد نفس الحلم يلي حكينا عنه شو ما أقولكم بدنا بحاجة بدنا بحاجة لجراء تقدر توقف قدام جمهور تحكي بدنا نفكه لأيام بدي يكون عنده موضوع أو قضية مثلا بدنا نفكه لأيام بدي يكون عنده جمهور بدي يكون عنده ناس عم تسمع بدنا تخلقهم بدي يكون عنده حكمة بدنا تعطي شيء غيره ما بيعرفوا مثلا وفينا نطلع أكتر عشرات وعشرات من الإمكانيات وهون بدنا نركز بشو بدنا نبلش مثلا إذا قلت لي بدي 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 أنا يكون عنده هالوزن يكون عنده هالحكمة بقدر أقعد بالمجتمع قدام العالم ويسمعوا لي شو بحاجة لحتى تحقق هيدا الشيء بحاجة لتتقف بحاجة لتقرأ يمكن وهون يبلش الأكشن بلان طبعا بدأت تقرأ إذا قررت أنه أنا لازم أقرأ لازم ثقف حالي بدأت بلش مثلا تقول أنا كل يوم بدأت بلش أقرأ باربع ساعة وده بدي بلش طبق الأفكار يلي أخذت على هال الأشخاص اللي حوالي على قليلة جمهور الصغير جمهور الصغير العائلة مثلا أصحابي أوكي وبدأت بلش شو تأثيره على هون الأشخاص ومن هون يبت بلش مثلا إكزامل تاني إذا قالت مثلا أنه نفس الحلم بحاجة لجمهور يعني بحاجة تخلق صدقات جديدة ما هي إذا هي قاعدة بالبيت لا عم تظهر ولا عم بتشوف حدا مين عم بيشوفها فإذا هون في أكشنز فعليين على الأرض بدون يسيروا وهون كمينا شغلتنا كمينا نساعدة تحط هذه الأكشن بلان وتشتغل عليهم هون صار في خطوات فإذا بدأ تعمل لنا أنه هي بالنهاية راح تشوف شو هن الخطوات يعني هي المساعدة بس لحطيلي فعلا تكون عم تنبش على الشي اللي بدأي بس هون في كمينا بالباكراوند نظرة المجتمع العائلية اللي تعودت أنه جاهزة دايما كل الوقت الأحلام يمكن أن نسيتها يعني خلص أصلا طب مطة يعني ونسيت حتى أنها موجودة وإلى آخر كل هذا شيء بده وقت لحطة ليبلش كل هذا شيء بده وقت أنا بدأي شغلة كمينا مثل مرسيدة أنه فتحت هذا الموضوع بدأت ترجع على السيستم طبعا بدأت ترجع على نظام حياتها يلي هو ولادها يلي هو شريك حياتها يلي هو عود عليها بدأي يكون في فشل بمحل من المحلات وبدأي يكون في تراجع من المحل من المحلات ولكن وقتها نحن عم نشتغل جديا بدي يكون في رغبة إذا ما كان في رغبة إذا ما هي جاي عندها هيد الرغبة هذا كله راح هذا كله كل الحديث من ننسي فإذا بدي يكون في رغبة بدأي نخلق وعي أنه قبل ما بدي أرر بدي أعمل فوكس على حالي ونحن هون أول خطوة ما عم نقرر لشو بدأت أعمل هون عم تفوكس على حالة عم تفوكس على أنه تكتشف حالة وتكتشف مهاراتها وتكتشف إمكانياتها اللي عندها يهون وش بس تكتشفهم تشتغل عليهم وتسقلهم وفي هون ما بيكون عم بيأثر أبدا على ولا مسؤولية من المسؤولية تبعها تجاه ولدها تانيا مثل ما قالت بدي يكون في فشل والفشل مقبول لازم يكون مقبول ومتوقع لأنه عايش بهذا السيستم مشان هيك نحن بننصح دايما أنه الشخص يخلق سبورت سيستم لا يقدر يساعده ويضل يذكره بهذا الحلم ويضر يذكره بهذا الأكشن اللي لازم تعمله نحن ككوتش نستطيع نعمله ولكن إذا لم تشوف كوتش لازم تخلق أشخاص حوالي تخبرهم عن شيء اللي بدأت تعمل وتخبرهم عن حلم وتخبرهم وتدلوا يذكره وتدلوا تسابورت بس حكيتي عن تقبل الفشل بعمر معين الإنسان يصبح صعب يتقبل الفشل كيف يعني الشاب والصبي بعمر الصغير من دفعين على الحياة يفشلوا يقوموا يكملوا إلى آخره بس بعمر كبير ممكن أن الإنسان يحس أن الفشل ونظلة المجتمع قالوا إذا فشل كبيرة يعني ما بيقدر يتحمل وقتا بتشتغلي على حالك وقتا بتشتغلي على شوفي معك حق وقتا ما بتكون عارفة الباور ساب هو لي كوين أني معك حق وقتا ما بتكون عارفة إمكانياتك شو هنة وطاقاتك شو هنة يس رح ما تقبل أبدا الفشل رح ترجع له رح تسكر على حالك على بالقوضة وتقادل لنقدر نطلع بدنا نضوع على حالنا لنعمل فوكس على حالنا نجح نكتشف حالنا من أول وجديد ولكن هل قد اكتشاف النفس سهل إي ولا البروستس إذا بدك طويل شوي ولكن سهل إي سهل وين سهل وقتا تخلق هالوعي وتقدر تخلق وعي أنه قداش أنت عندك إمكانيات متميزة فيها عن غيرك من الأشخاص وقداش أنت بتقدر تعملي تأثير حتى على عائلتك الصغيرة مثل ما قلت قبل ما تطلع على المجتمع أكيد البروستس بيكون أحيان منتبع هذا الموضوع بعد هالوقف دانا زعرور ريف كوتش موجودة معنا عم نحكي عن السيدة الأم التي تكون عادت كل حياتها لعائلتها وبوقت من الأوقات تحس أنه لديها كثير وقت فراخ لا نقول أنه لأنه هذه شغلة مهمة ونقطة ضرورية أنه كمان الولاد ينتبهوا على هالشي كثير صعب أنه تحس الأم بوقت من الأوقات أنه منن بحاجة لألا بالحقيقة بلا بحاجة لألا بس لكن بيجوا بس وقت الحاجة ولكن هالوقت اللي بيكونوا فعلا هن غايبين هي تحس حالها مش محد بحاجة لألا هذا شغلة كثير صعبة وكثير مهمة ولكن نحن اليوم نشوف هي السيدة لحالها كيف تقدر تهتم بنفسها وكيف تقدر ترجع تكتشف نفسها وكنا عطينا عن سيدي كل حلم كان أو مش كل حلم يعني حلم كبير أنها تكون توقف قدام جمهور الحلم أوقاتي ممكن ما تقدر توصلي له مضبوط ممكن يكون الحلم كتير أكبر منك بكتير ممكن يكون الحلم أنه فيه عجز يعني ما معقول توصلي له مثلا بغير حالات في أم قالتلي أنا حلم أروح على الفضاء هالمعقول تحقق هذا شيء ما بعرف ولكن من المستحيل من المستحيل أنه عبرت عن هالحلم بمجرد أنه عبرت هذه خطوة كتير مهمة مجرد أنه فكرت فيه وصار عنده وعي هي وين عبالة توصل هذا شيء كتير مهم هل رح تحقق يوما ما هذا الحلم ممكن إذا حلمي هل قد أنا كبير يمكن في حلم صغير هلأ على الباب ولكن أقدر أصل إذا هل قد أنا كان توقعاتي كبيرة 100% إذا أنا بقدر حقق وإذا أنا بقدر لأي معنى لشي اللي عم بعمله يوميا بحاليتي هلأ بكون ساعتا عم بحقق جزء من هذا الحلم شكرا لألي كده زعرور لايف كوتش بتأمن الكل يكونوا يقدروا يلاقوا معنا لحياتهم بطريقة أو بأخرى خاصة من المجتمع بحاجة كثير كمان خليت سواتنا اليوم بموعد جديد بكرة مع مجموعة جديدة من المواد ديع كونوا معي على المواد الساعة 8.30 باي اشتركوا في القناة